الى ستة جنود ارتفعت حصيلة قتل الاشتباكات التي جرت في بنغازي بين القوات الخاصة الليبية ومجموعة مسلحة وتعكس اشتباكات بنغازي صراعا بين المجموعات المسلحة والقوات النظامية لسيطرة على المدينة انتشار السلاح والميليشيات المسلحة هي المشكلة الابرز في ليبيا لانها تهدد وجود الدولة وكيانها وتمثل خطورة على الاستقرار والسلم الاجتماعي استهداف المعسكرات والمراكز الامنية صار هدفا للجماعات المسلحة في اكثر من مدينة ليبيا لاجندات غير واضحة المعالم مدينة بنغازي تصدرت المشهد في تلك المواجهات والاختلالات الامنية حيث اشتبكت القوات الخاصة في المدينة مع جماعات مسلحة كانت تهاجم مشاءات للشرطة والجيش وذكرت الانباء ان المسلحين اقتحموا مجمعا للجيش بغرض سرقة اسلحة وسمع دوي تبادل اطلاق نار كثيف وكذلك اصوات انفجارات قرب مقر قيادة القوات الخاصة الساعقة والمظلات القوات الخاصة اوضحت ان الشباكات بالاسلحة الرشاشة والقذائف الساروخية اندلعت بين عناصرها ومجموعة من الخارجين عن القانون ما اسفر عن سقوط قتلى وجرح من الجنود رئيس اركان الجيش الليبيا اللواء سالم الجنيدي حذر من تعرض البلاد لكارثة ومن حمامات دم في حال تعرض ثقنات الساعقة لهجوم من المسلحين اتمنى ان لا يهاجم المعسكرات وخاصة مهاجم الصاعقة لان الصاعقة عندها تعليمات شديدة صادرة لها اي واحد يهاجم المعسكر سيتعامل عماه في حال الدفاع عن انفسهم احداث العنف الحاصلة في ليبيا تعزز المطالب الشعبية والرسمية بضرورة الاسراع بحل الميليشيات المسلحة والقاء السلاح وتقوية الجهاز الامني والعسكري للدولة